موسيقى مساء الخير غلطة كادت تود بحياة وزير الشباب فيصل كرامي ونجت ترابلس بل لبنان كله من قطوع بعدما تحول اعتصام للقوى الإسلامية تقدمه حسام صباغ في ساحة عبد الحميد كرامي إلى ما يشبه حرب شوارع إثر إطلاق مجموعة من المتظاهرين النار على موكب الوزير فيصل كرامي في أثناء مروره بمنطقة التل ما أدى إلى احتراق سيارة جيب تابع للموكب وإصابة خمسة بجروح أربعة منهم عناصر مواكبة والخامس أحد مرافقي الشيخ حسام صباغ الرئيس عمر كرامي لي الدعي على أحد ولم يحمل أحدا المسئولية مؤكدا أن ما جرى كان غلطة من المسلحين في ذلك المكان ومشددا على البقاء مع خيارات الدولة ما وصفه الرئيس كرامي بالغلطة قال فيه وزير الداخلية مروان شربيل إنه خطة أكبر من الجيش والقوى الأمنية وحتى أكبر من الدولة موضحا أن المسلحين استهدفوا الوزير كرامي بعدما عرفوه ولاحقوه وكادوا يقتلونه إذن القضية ليست مصادفة بل خطة تستهدف الاعتدال والمواقف الوطنية المتمثلة في آل كرامي وإثر الاعتداء شهدت طرابلس استنفارا أمنيا وحكوميا فقد توجه رئيس الحكومة ووزراء والمدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي إلى دارة آل كرامي كما رأس وزير الداخلية اجتماعا لمجلس الأمن المركزي وهذه الليلة استقبل الرئيس كرامي وفدا من القوى الإسلامية برئاسة الشيخ سالم الرافعي وضم في عداده حسام صباغ ونبيل رحيم وقال الرافعي بعد الاجتماع إن الأجواء كانت إيجابية إذن الرئيس ميقاتي ووزير الداخلية في دارة الرئيس عمر كرامي بعد نجاة نجله الوزير فيصل من محاولة اغتيال تقرير للزميلة كريستين حبيب لم تكن جمعة عادية في طرابلس كانت جمعة الرصاص والدم في وسط شارع عزمي الشارع الأكثر سخبا وزحمة في المدينة تعرض موكب الوزير فيصل كرامي لإطلاق النار وفي التفاصيل أن كرامي كان يتوجه من قصر كرم القلة لأداء الصلاة في طرابلس وحين وصل إلى ساحة التل اعترض موكبه مسلحون وتلاسنوا مع المرافقين فما لبثوا أن رشقوا الموكب بالحجارة ملوحين بسلاحهم عندها أطلق المرافقون النار في الهواء فجاء الرد وابلا من الرصاص المباشر تابع الموكب المؤلف من أربع سيارات طريقه باتجاه شارع عزمي وهناك تعرضت له مجموعة أخرى من المسلحين بإطلاق كثيف للرصاص لكن الأمر لم ينتهي هنا إذ ألقيت قنبلة يدوية على السيارة الرباعية الدفع التي يتواجد فيها كرامي عادة لكن صوضف وجوده في السيارة التي تسبقها في السيارة المستهدفة أصيب المرافقون أحمد برادعي مصباح الباشا جمال الحسن أحمد الصوفي محمد سيور ومحمد اليوسف هم نقلوا إلى المستشفى الإسلامي وقد وصفت إصابة أحدهم بالحرجة فور انتشار الخبر غصت دارة الرئيس عمر كرامي بالمواطنين والرسميين الذين استنكروا الحادثة وحيوا الرئيس عمر كرامي على موقفه الهادئ كنا دائما نقول بأن خيارنا الدولة واليوم وبعد هذا الحادث نؤكد بأننا لا نحمل ضغائن على أحد ولا نتهم أحدا ونحن متأكدون بأن ما جرى كان غلطة من المسلحين الموجودين في تلك المكان وفي ذلك المكان المعهود منطلاطا من ذلك نحن نؤكد ونصر على أن نبقى مع خيارات الدولة ولا ندعي على أحد ولا نحمل المسؤولية لأحد الوزير كرامي تنقل بين زواره وهاتفه الذي لم يهدأ بين اتصالات من المسؤولين والمواطنين وصلنا إلى تقاطع طرقات مسكر بالموتوسيكلات فطلبنا فتح الطريق رفضوا فتح الطريق وحصل هناك هرج ومرش وتكاتروا وبدأوا إطلاق النار بالهواء ومن ثم يعني عرفوا الظاهر مين نحن فبدأ الإطلاق النار على السيارات اللي فيها في مين وأنا كنت ركب بسيارة ما فيها في مين فللأسف تصوب عندي خمس أشخاص إصابات مباشرة بمحاولة اختيال مباشرة وتم حرق أحد السيارات بقذيفة كمان يقال أن نرجعنا بالحقيقة نحن نطرين التحقيقات بهذا الموضوع عدد من الوزراء والنواب والقادة الأمنيين والقضائيين زار دارة كرامي وهنأه بسلامة أجله بكل صراحة والمسؤولين السياسيين بطرابلوس كلهم من وزراء ونواب أنهم يجتمعوا ويقرروا فلتكن انطلاقة من مدينة طرابلوس مدينة منزوعة من السلاح رح يتلاحقوا الأشخاص اللي أطلعوا النار ويتوقفوا وبالنهاية مفروض مفروض أنه نحط حد لهذا الشيء اللي عم بيصير بدنا نتوجه لأهلنا بشمال عموما بترابلوس بشكل خاص لن نقلهم أنه هذه الحادثة يجب أن تكون درس إلنا جميعا أنه الاحتكام للسلاح وللفوضى ما بيخدم حدا على الإطلاق وأنه المرجعية يجب أن تكون الدولي والدولة فقط بهذا بنكون عم نأكد على موقعها الوطني وعلى فرصة استعادة دورة اللي لازم يتكمل على أكتر من صعيد كلنا أمل أن تذهب الدولة إلى خواتيم التحقيق والتوقيف والاختصاص من المجرمين نعرف أن ترابلوس هي مدينة حساسة وأن ما حصل فيها إنما يحصل على صفيحة قد تكون من نار لذلك إن استهداف أي نهش معتدل هو استهداف لكل لبنان أما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فأثر عدم التعليق عبر الإعلام وقد استمرت زيارته حوالي الساعة من ترابلوس كريستين حبيب قناة الجديد القوى الإسلامية في ترابلوس تعتبر الاعتداء على الوزير كرامي يهدف إلى إفشال أي تحرك في قضية الموقوفين الإسلاميين تقرير رشال كرام لأنهم لا يريدون إطلاق صراتهم في الوقت الذي كنا نبث على الهواء مباشرة رسالة حول اعتصام لأهالي الموقوفين الإسلاميين في ساحة عبد الحميد كرامي حدث ما لم يكن في الحسبان بانتظار قدوم مسجد ولكن تأخرت رصاصات حولت الأنظار وتحولت ساحة عبد الحميد كرامي إلى ساحة نعمها الحذر والترقب لتداعيات إطلاق النار على موكب الوزير فيسال كرامي فعمد المشايخ الموجودين والقيادات العسكرية الميدانية أبرزهم الشيخ حسام الصباغ إلى تهديئة النفوس وكان لهم نسخة إضافية لما حدث أن وفودا كانت قادمة من التباني ومن البداوي ومن المنكوبين وكان على رأس هذه الوفود الحاج حسام الصباغ في الطريق تعرضوا لإطلاق نار من جهات مجهولة نحن لا نتهم أحدا إلا ببينات والبينات ليست عندنا فاعتبر الشباب أنها محاولة لاغتيال الحج حسام الصباغ حفظه الله تعالى ماذا يمثل لكم حسام الصباغ شيء؟ حسام الصباغ يمثل لنا أخا عزيزا ورمزا من رموز هذه المدينة هذا التطور لم يمنع الشيخ سالم الرافع من توجيه بعد صلاة الظهر رسالة إلى المعنيين في قضية الموقفين الإسلاميين في السجن الرومي سبب الدعوة إلى الاعتصام أما والله إذا أبيتم علينا إلا أن تستمروا في سياسة التخطير والتهميش وسياسة زج شبابنا في السجود وسياسة إغراء الأمريكان بقتل شبابنا فوالله لن تسمعوا إلا انتفاضة شعبية لن تروا منا إلا تصحيدات خطوة تصحيدية بعد صلاة العصر كان من المفترض أن يفضل هذا الاعتصام إلا أن التطورات الميدانية عجلت الموضوع وتفرق الجميع مباشرة بعد صلاة الظهر فعمدت الهيئات الإسلامية وبعد قادة باب التبيني اجتماعا في مكاتب الجماعة الإسلامية لتباحث سبل التعاطي مع التطورات الجديدة قبل انفلات الأمور وتدهورها يعتبر المجتمعون أن ما حدث يهدف إلى زعزعة الاستقرار في المدينة كما يهدف إلى إفشال أي تحرك سلمي باتجاه رفع الظلم عن الموقفين الإسلاميين القابعين ظلما في السجون اللبنانية ثالثا يؤكد المجتمعون على ضرورة المضي قدما وبكافة الوسائل السلمية للوصول إلى إنهاء ملف الموقفين الإسلاميين المجلس الأمن المصغر عقد بدوره اجتماعا في السراي في ترابلوس برئاسة وزير الداخلية مروان شربل الذي اعتبر أن القصة أكبر من الجيش وأكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الدولة متمنيا أن تكون هذه الأحداث درسا للجميع وأن يقر قانون للانتخابات في القريب العاجل لتهدأ الأحوال وتعود الأمور إلى مجرها أنا حكيت أنا وياه هو بالبداية مش مكان هو المقصود بس بالنهاية لما نعرفوا الحقوق طب أنه كيف يعني؟ عرفوه وهو تجرب تحيش على المشكل ما بده هالمشكل ما بده هالمشكل لحقوق نعم لحقوق ولو قدروا طالوا يمكن لا سمح الله يمكن كانوا روحوا هلأ ما مين؟ الأجهزة الأمنية بدون يعرفوا مين عبوك لحقوا السيارات اللي محتطلة في مين وآخر شي وصلوا علىها وسحبوا السلاح وسحب الفرد علىها كان قتلوا ولوما الحد منه رفع الواحد وطلع الضرب بالهواء كان قتلوا وعلى وأنتو بتعرفوا هالشي هيدا واسألوه عم بتكون القصة أكبر من الجيش وأكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الدولة اللبنانية هل نحنا كدولة لبنانية قابلين بهالشي هيدا؟ إذن بدأ نهار ترابلوس بشكل هادئ سرعان منفجر ليعود ويهدأ مجددا وهي حال هذه المدينة في كل مرة أرادت قوى الأمر الواقع أن توتر الأجواء فهل تتحقق أمية وزير الداخلية بأن تصبح ترابلوس مدينة منزوعة السلاح؟ من ترابلوس رشال كرم قناة الجديد أعرب رئيس الحزب التقدمي للشراكي وليد جملاط بعد لقائه وزير الخارجية روسي سرجي لفروف في موسكو عن خشيته من وصود الأزمة السورية إلى نفق مسدود مشددا على ضرورة معالجة قضية النازحين السوريين في العام الماضي مثل هذا التوقيت كنت في موسكو وتبحثت أنا ذاك مع الوزير لفروف حول بوضع في سوريا وقلت إن ربما وصلت سوريا إلى أفق مسدود واندرعت الحرب الأهلية اليوم رددت نفس الكلام لكنني آتي وأحمله هما لبنانيا كيفية حماية لبنان حماية لبنان من تداعيات الأزمة السورية إلى أن يوجد حل عادل بحق الشعب السوري وتناقشنا طويلا حول لبنان هناك مؤتمر في الكويت للمانحين روسيا ستحضر أتمنى على روسيا أن تساهم في هذا المؤتمر من أجل مئات الألاف من نازحين في لبنان في تركيا في الأردن وفي غيرها من المناطق وبنفس الوقت حماية لبنان أيضا ولا نستطيع أن نحمل لبنان إلا من خلال الحوار الموقف الروسي هو التالي ورس هنا مفوض من أحد الموقف الروسي هو أن حكومة انتقالية في سوريا تكون لها مطلق الصلاحيات صلاحيات الرئيس السوري من أجل المرحلة الانتقالية في المبدأ فكرة جميلة في التطبيق كيف وهذا لا يعود إليه هذا يعود إلى الفرقاء الدوليين والعرب أن يتفقوا على كيفية التطبيق هذا المبدأ كان المبدأ يكون انتقالية مع كامل صلاحيات الرئيس أخذينا مع الاعتبار أن الوضع السوري معقد لكن هذا هو المبدأ فاستمعت إلى الوزير لفروف وطبعا يملك الإمكانات من أجل نقل هذه الأفكار عبر الوسيط الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي وسأناقش هذا الأمر مع أصحابي في المعارضة السورية لكن لست بمقرر لكن لست مجددا أقول كيفية تطبيق هذا المبدأ من أجل إخراج السورية من هذه المحنة إخراج الشعب السوري من هذا الدمار إخراج الشعب السوري من هذا القتل ووقف الحرب الأهلية جولة جنوبية لرئيس الجمهورية والرئيس بري يستبقى الرئيس السنيورة إلى مائدته وأخبار أخرى في بانورما محلية للزميلة نواء البر بدأ الرئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان زيارة خاطفة إلى الجنوب من رأس النقورة حيث مقر قوات الطوارئ الدولية عبر طوافة عسكرية أقلته من القصر الجمهوري رافقها إجراءات أمنية مشددة سليمان التقى قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب باولو سيارة بحث معه التعاون والتنصيق بين الجيش والقوات الدولية في تطبيق القرار 17-01 ومن مقر اليونيفل انتقل سليمان إلى ثكنة بركات في سور حيث أعد له استقبال رسمي في حضور قائد الجيش العماد جون قهواجي وكبار ضباط منطقة الجنوب في الجيش قانون يرجع يفرز الكتل السياسية مش على قاعدة المزاهب قانون يلغي الأحادي الموجودة ببعض المزاهب لكن وليس قانون يكرس تطرف بالمزاهب استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني الرئيس فؤاد السنيورة على رأس وفد من تيار المستقبل يدوم النائب نهاد المشنوق والوزير السابق محمد شطح بحضور المستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان وكان الرئيس بري قد استقبل رئيس الكتلة الشعبية الوزير السابق إليس كاف وعرض معه قانون الانتخاب واستقبل كذلك عضو مجلس الأمة الكويتي يوسف زلزلي استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي النائب الأنعون الذي وضعه في أجواء ما توصلت إليه اللجنة الفرعية للانتخابات واطلع منه كذلك على المعطيات المتوافرة لديه من خلال الاتصالات التي تجري ويشارك فيها ميقاتي وقد شرح له عون منافع طرح اللقاء الأرثوديكسي الذي حقق الأكثرية في اللجنة بحسب قوله واستقبل ميقاتي أيضا المنصق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان داريك بلانبلي وتناول الطرفان مسائل تتعلق بالشأن الأمني وملف النازحين السوريين إلى لبنان واستقبل السفير الإيراني في لبنان غدان فرق أباتي الذي أكد أن إيران مستعدة من منطلق إنساني بحت لتوزيع 30 ألف حصة غذائية وبطانيات لجميع النازحين السوريين والفلسطينيين الذين نزحوا إلى لبنان بعيد الأزمة في سوريا دالت عائلة المناضل اللبناني جوج عبد الله ومناصروها التجاوز الذي قامت به فرنسا أخيرا في قضية عبد الله ومواصفوه بالبدعة في القضاء الفرنسي وأمام مبنى السفارة الفرنسية حيث الاعتصام المفتوح نزلت العائلة والأسرى المحررون وفعاليات في المجتمع المدني وطالب السلطات اللبنانية بدعم محامي عبد الله في فرنسا عبر تأليف لجنة حكومية رسمية تزور فرنسا للضغط على السلطات بالأطر الدبلوماسية اتخذت المسألة منحا جديدا لم يعد للقضاء الفرنسي مكانا إذ أنه تم تجاوز مرحلتي محاكمات الإفراج المشروط بابتداء مرحلة استئناف ثالثة أو مرحلة تمييز في محاكم الإفراج المشروط في فرنسا لا يوجد إلا مرحلتين لماذا ابتداء المرحلة الثالثة؟ هذه بدعة في القضاء الفرنسي كما نظم اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني في سور وقفة تضامنية مع عبد الله أمام مركز تعليم الفرنسية الكائن في الجامعة الإسلامية نفذ أصحاب الدراجات النارية في مدينة صيدة اعتصاما احتجاجيا عند المدخل الشمالي للمدينة وهو الاعتصام الأول من نوعه بعد 15 عاما على قرار منع الدراجات النارية في المدينة وقد انضم إلى الاعتصام أصحاب دراجات نارية من سور والنبطي وبقية المناطق إضافة إلى شبان ومتضررين من قرارات منع الدراجات النارية في صيدة بهدف رفع الصوت عاليا والضغط على المسؤولين لإلغاء قرار المنع هاجمت وحوش دارية حظيرة حيوانات في بلدة السكسكية في الزهراني بداخلها رؤوس من الأغنام تعود للمواطن رباح عامر حيث قامت بالتهام بعضها ونهش بعضها الآخر وقد ناشد صاحب الحظيرة البلدية والمعنين التعويض عليه لأن الأغنام هي مصدر رزقه الوحيد هاجم عليه أن يمكن وحوش هاجم عليه أن يكون ضبع هاجم عليه أن يكون كليب والله ما عارف جت اللي لأيتها ويا شوفت عيني كله نضروة بين عندي شيء عشرة هلأ بموتهم نظم أبناء الجالية السورية في لبنان والمنظمات الشبابية والطلابية اللبنانية وقفة تضامنية بالشموع أمام النصب التذكاري للرئيس الراحل حافظ الأسد في بيروت تقديرا وإكراما لأرواح شهداء الجيش السوري والمواطنين المدنيين والطلاب الذين قضوا في المجازر والجرائم الإرهابية وندد المشاركون بالدول الداعمة للإرهاب والإرهابيين والمسؤولة عن سفك الدم السوري مؤكدين عدم النسيان وعدم التسامح مع من شارك وخطط ودعم هذا الإرهاب الذي يستهدف دولتهم بحسب تعبيرهم دعت نافي بلاي مفاوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مجددا مجلس الأمن المنقسم إلى الطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الحرب في سوريا إلا أنها صرحت للصحفيين بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن أنها لا ترى مؤشرا على استعداد المجلس الذي يضم 15 عضوا على اتخاذ قرار بهذا الشأن أنا أؤمن بشدة أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت ولا تزال ترتكب ويجب التحقيق فيها لقد دعوت مجلس الأمن إلى إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها جميع أطراف النزاع من جهته أعلن الرئيس الدوري لمجلس الأمن السفير الباكستاني محمود خان أن دول المجلس لم تتوصل إلى أي نتيجة وفي بيان مشترك أعلن سفراء خمس دول أعضاء في مجلس الأمن هي فرنسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية واللوكسانبور وأستراليا دعمهم الرسمي لطلب بيلي وتطرق البيان الحصيلة المروعة للخسائر البشرية في سوريا وأعرب عن الأمل بأن تنضم دول أخرى إلى المبادرة السويسرية وأضاف البيان بمواجهة هذه الحصيلة وأمام صمت مجلس الأمن علينا أن نكرر التشديد على ضرورة إحقاق العدل ونعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية لها دور تقوم به في هذا المجال ودع البيان السلطات السورية إلى وضع حد فوري لهجماتها ضد المدنيين وأعرب عن الأمل بحصول عملية انتقالية سلمية في سوريا من جهاته قال السفير البريطاني مارك جرانت أن المجلس غير موحد مضيفا أن دولة عضوا عبرت بشكل واضح عن عدم موافقتها على طلب بيلي نقتل مراسل قناة الجزيرة ومراسل فرنسي في سويسرا التي تتواصل فيها أعمال العنف إذن مقتل مراسل قناة الجزيرة ومراسل فرنسي في سوريا التي تتواصل فيها أعمال العنف ودعم أمريكي للتدخل الفرنسي في مالي وأخبار أخرى في بانورما دولية للزميلة عنان زلزلي اشتركوا في القناة قتل مراسل قناة الجزيرة القطرية محمد الحراني برصاص قناص تابع للقوات النظامية السورية في محافظة درعة بحسب ما أفادت القناة مساء الجمعة ونعت القناة في شريط إخباري عاجل لاستشهاد الزميل محمد الحراني مراسل الجزيرة برصاص قناصة النظام السوري في درعة مشيرة إلى أنه استهدف خلال تغطيته الاشتباكات في بصر الحرير وأصيب الحراني بثلاث رصاصات الأولى في الصدر والثانية في الخاصرة والثالثة في الرجل وكان يخطط للبقاء أسبوعين لتغطية المعارك في بصر الحرير المدينة المحررة منذ حوالي 20 يوما ولقي الصحفي الفرنسي من أصل بلجيكي إيف دوباي مصرعه إثر إصابته برصاص قناص خلال اشتباكات بين مقاتلين من الكتائب المقاتلة والقوات النظامية قرب سجن حلب المركزي في ريف حلب وبذلك يرتفع عدد الصحفيين الأجانب والسوريين الذين قتلوا حتى اليوم إلى 19 شخصا إضافة إلى إصابة 44 ناشطا إعلاميا وأسفر تفجير في حي المحافظة غربي مدينة حلب عن سقوط عدد من القتلى والجرحة وتبادل طرفان نزاع الاتهامات فذكر التلفزيون السوري أن التفجير نجم عن صاروخ أطلقته جماعة إرهابية لكن جماعات المعارضة أكدت أن طائرة مقاتلة تابعة للجيش النظامي قصفت الحي كما وقع تفجير آخر في حوران جنوب درع وأسفر بدوره عن سقوط عدد من القتلى والجرحة هذا هو جامع الحسين يقصر فيه مغيين درعا هذه هي أتار الدماء وإلى الشرق من حلب دارت معارك عنيفة بين المدينة والجرحة